اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى ايل وعلى صاحبه اجمعين ومن جولة معرض ايزون والقسم الخاص بالاسعار المخفضة بالدور التاني البضاعة اللي نزلت جديد عندهم زي ما احنا شايفين السحون على عشرة ريال يعني الاسعار ما شاء الله عشرة ريال وخمستاشر ريال حاجة ما فيش بعد كده وكمان فيه تشكيلة حلوة من السحون على ريالين كل ده دخل الفيديو زي ما احنا شايفين طقم بقى الشاي والقهوة والسكر كل ده على خمستاشر ريال انتم تخيلين طبعا الطقم زي ما هو واضح قدامكم ناقص علبة على خمستاشر ريال برضو عندنا هنا الزبدية بالغطى بتاعها على عشرة ريال البرادة على عشرة ريال عشرة وخمستاشر اسعار ما شاء الله تحفى كمان فيه الاجهزة الكهربائية اسعار اقل من اي مكان تاني هتشوفوها برضو داخل الفيديو شايفين هنا عندك المجات والاستاند بتاعها كل المجة كده بالاستاند فيه حاجات بتبقى عبارة عن قطع بس يعني قطع تغضيها ما تلاقيش منها تاني فيه حاجات لا فيه منها كمية زي ما احنا شايفين برضو الطبق ده كده من نون ده او صانية هي عمتا سيراميت بتدخل الفرن يعني ما فيش مشكلة خالص البرادات اللي نزلت برضو عندهم من نون البرادة على متين وخمسين ناس كتير بتبقى تسأل على البرادات على متين وخمسين موجودة برضو عندهم من الحاجات الجديدة اللي نزلت عندك برضو الترابيزات او الطولات اللي قدامنا دي هنا على سبعين وهنا على تسعة وخمسين سبعين وتسعة وخمسين شايفين برضو الترابيزة دي الترابيزة دي نقولت له ما تهلي بقى خلينا صورها لاني يعني ليه حكاية معها احنا لسه طلبين يا جماعة واحدة نفسها بس لون تاني يعني لونها ازرق لو عايزين اصورها لكم اصورها لكم جايبينها من نون بمية سبعة واربعين انتو متخيلين لقيتها عندهم بكم بسبعين لسه جايبينها من يومين وكمان ممنوع يعني احنا بنشتريها كان مكتوب عدم استرجاع المنتج فاخدناها بمية سبعة واربعين وعندهم بسبعين ريال يعني انا جايبها بفكرة ان الكرسي يقدر يدخل تحت الترابيزة فما ياخدش مكان عندي عشان كده قدت بدور على حاجة معينة المهم زي ما احنا شايفين برضو جدور الضغط من جوة جرانيت كانت بخمسين القدر اللي عادة ده بخمسين هنا برضو شواية حلوة كده علشان ايه الناس اللي بتحب الشوي والغطة بتحها حلو بصراحة بستين ريال حلوة هي مش كبيرة فيه كبيرة فيه واحدة تانية كبيرة فيه جدور برضو اللي هي الالمونيوم اللي هي قدر الضغط الالمونيوم ومن جوة جامعة جرانيت على فكرة الالمونيوم ده من جوة جرانيت اه طبعا مركة السيف هنا بالنسبة للسواني البايريكس اه اللي اتنين حبة بعشرة ريال اتنين مع بعض طق على عشرة ريال فيه لوحات برضو حلوة اه عندهم على اه خمستاشر طبلغات كده على خمستاشر هنا برضو على خمستاشر الطقم على خمستاشر مطحنة على اربعين وخمسة وعشرين اه هنا تقريبا مش عارفة بصراحة السعر كان بس تقريبا عشرين ريال كده يعني عشرين برضو البرات اه ده برضو على عشرين يعني في عشرة وعشرين الاسعار مختلفة تلاقي الستاند اللي فات ده الاسعار فيه مختلفة بس لو في حاجة معينة عايزين تسألوا عليها بس اكتبوا لي في التعليق وبجيب لكم الاسعار ان شاء الله برضو المنبهات اللي تقدري تحتيها كده في غرفة الاولاد تاخد شكل حال بخمستاشر ريال اه في برضو مبرد الهواء اه يعني على قد مكتب كده فكرته حلوة برضو وحجمه حلو معقول هنا يا جماعة برضو العلب دي اه يعني ازاز والغطى خشب زي ما احنا شايفين تقدري يعني انا شفت ناس واخدى الكارتون كامل في الطقم كله كامل بالكارتونة وتقدري تاخدي برضو بالحبة هنا برضو اه دي كده غطى كرسي عندك برضو هنا من الحاجات الجديدة اللي نزلت عندهم طقم ده بمية وتسعين هنشوفه برضو افتحه واشوفه ده على مية وتسعين الغطى طبعا ازاز وفيه برضو الاستلس استلس من شركة نون برضو حلو يا جماعة سدقوني انا واخده وبستعمله يعني كنت واخده من مستودع السلاي وبستعمله لحد النهار ده بسلق فيه مقارونة اه يعني اسلق فيه لحمة فراخ حلو كمان سهل معك في الغسل اه يعني ابعدي بقى عن المحشي والرز والمقارونة والكلام ده كله يعني ابعدي عن الحاجات اللي بتلزق فيه واستعمله في اي استخدامات تانية تقدري تستخدم استخدامات المطبخ كتير يعني عندك هنا طقم الحلل اللي هو الجرانيت الكامل على مية وتلاتين على مية وتلاتين هنا اي حاجة بخمساشر ريال بس عايز اقولك كمان ان طقم الحلل اللي هي الجرانيت تقدري كمان تخضي بالحبة تقدري تخضي حبتين مع بعض تقدري تخضي الطقم كامل على مية وتلاتين فيعني برحتك هنا على خمسة وعشرين طقم كده كامل زبديات اللي هي كبيرة مع مع ستة صغيرين على خمسة وعشرين طبعا طقم الاطباق من شركة نون زي ما احنا شايفين النقشات عندك مختلفة الطقم على كام على مية وعشرة طبعا مش هو ده بس ده كده الفناجيل بس اللي فوقه المعالق وكده لأ بقي الحاجة في الكارتون اللي هي الاطباق شوفي كده هم كام طبق والمواصفات بتاعته كلهم تقريبا هو خمسة وستين قطعة على مية وعشرة برضو عندك الحافزات الحافزات اللي هي الغطى كمان خشب وفيه اللي غطى بلاستيك دول تلاتة مع بعض يا جماعة تلاتة مع بعض شايفين دول كده تلاتة مع بعض تقريبا بخمستاشر ريال مش بخمستاشر بعشرة بخمستاشر كده يعني اللي عايز تأكد بس يكتب لي دي للنفايات كبيرة على فكرة وخامة البلاستيك بتاعتها حلوة عندك برضو هنا تربو التربو حلو اربع ادراج بيعني بيبقى الاسعار بتاعته عالية برا بس يعني هو بيبقى الالوان ومخطط وكلام ده كله ده برضو يعني هو سادة بس جودته حلوة هنا عندك برضو حافزة طعم ومشروبات وكده على مية خمسة وتسعين بس حجمها كبير للطلعات والرحلات يعني الشواية التانية اللي كنت بقول لكم عليها ان في واحدة صغيرة واحدة كبيرة دي على سبعة وخمسين النمى التانية اللي هي اللونها ازرع على ستين برضو بالنسبة لغليات المية او الكاتل الناس في مصر بتقول عليه كاتل لكن احنا هنا بنقول عليه غلاية بخمسة وتلاتين بخمسة وتلاتين الوان مختلفة زي ما انتوا شايفين وفيه طبعا انواع تانية وفيه مركات معروفة وفيه حاجات يعني مش كل الناس عارفة اسمها كده يعني هتلاقوا برضو ايه تشكيلة كبيرة من الاجهزة عندهم في كينود كينود تقريبا بستين هنشوف السعر اه بستين فيه برضو اخلطات نقاي على خمسة وستين غليات مركات تانية زي ما بقول مركات عارفينها ومركات ما يعني اه بش كل المركات الواحد لا من بيها يعني فيه برضو شوية من اديسون على فكر عليها عارضة اجبلكوا سعرها استنوا فيه ميكرويف من شركة نون فيه اديسون خلط اه فيه عندك مفرومة لحمة على كم على مية وخمسين احنا عارفين مفرومة اللحمة يعني المركات المعروفة لما بيقالها عارضة بتبقى بتلتو متريال ماكنت القهوة بقى مية وثلاثين وفيه بخمسمية وفيه بربعمية وفيه يعني شايفين هنا برضو ضيب خمسمية يعني فيه الاسعار اللي هي العالية على حسب اسم المنتج على حسب الشركة اللي المنتج منها فيه حاجات حلوة تمشي البيت وكده وفيه حاجات سعرها عالي بمية وتمانين برضو القلاية الهوائية خدوا الاسم جماعة وعملوا سرش على اي منتج هنا يعجبكم وشوفوا الاسعار عندهم وشوفوا سعرها برا وانتو هنا كده بقى تقدروا تحكموا عندك برضو هنا اه ده غاز عين واحدة اه ده بالقهربة تقريبا بتجاز بالقهربة عين واحدة بخمسة وثلاثين بميتين واربعين اللاية اه من نيكاي اللي هي عدت برضو هتلاقي عندك المكوى اه بكل انواعها اللي هي المكوى العادية الاولانية خالص ومكوة البخار يعني فيه انواح كتير المكنسة القهربائية برضو هناك انواح كتير جدا شايفين مركة كيونود مركة اديسون اه هتلاقوا برضو يعني المركات المعروفة زي ما بقول بالنسبة هنا للفازات اه الفازات والابجرات والتحف والجمليات بقى كتير ما شاء الله تبدأ على فكرة من اه خمستاشر ريال خمستاشر ريال وخمسة وعشرين وتلاتين وكده يعني الاسعار شايفين عندك ده بمية خمسة وتلاتين اه اه اتنين براد او اتنين دلة مع السخان خلينا نروح لعرض الاطباق على ريالين تقدر تعملي تشكيلة يعني مفيش مسلا طبق واحد بس من نفس اللون لا هتلاقي منه كتير وتقدر تعملي تشكيلة كده بريالين يا بلاش سدقين يا بلاش ومن اطباق نون ومطبوعة تحت كده بطبعة نون حلوة يعني ما بتلاقي عليها عرض في اماكن تانية بتلاقيها بريالين مثلا خمسة وتسعين هي عندهم بريالين لما يعني في اماكن تانية بتعمل عليها عرض وكده وشايفين الاحجام الحجم الكبير والحجم الصغير اه كلهم كده بنفس السعر على ريالين تشكيلة كبيرة انا بس ايه يعني جبت كده بعض الحاجات يعني اللي ايه اللي ركزت عليها لكن ما شاء الله هتلاقوا سندقين كده كبار فيهم اطباق وفيهم اطباق وفيهم مجات وفيهم حاجات كتير شايفين في السادة وفي المنقوش في الفاتح والغامق في يعني حاجات حلوة ما شاء الله عندك هنا ده على عشرة ريال الطقم يا جماعة على عشرة ريال المجات اللي عدت المج هنا برضو على ريالين عندك هنا المعالي قدتاق متوزيع بعشرة ريال برضو سواء البلاستيك او الخشب او الأنمونيوم هتلاقي برضو آآ المكوى السيراميك بتعة الشعر والاستشوار والمجافف وحاجات كتير يعني آآ بالنسبة للمفارج في حاجات جديدة عندهم آآ ده عندك لحاف كده تقريباً تلاتة قطعة تلت اه اربح قطعة اه خد يديتين واللحاف مش عارفة تلتة او اربعة جماعة على خمسة واربعين اه بس ما شاء الله يعني حلو هو طبعا مش متفتح كله بس في واحد مفتوح تحفة اوريه لكم اه بس يعني هو بين عليه من الكيس ما شاء الله يعني ده شايفين ده ده كان في جماعة كده بيتفرجوا يعني وانا صورته بس ده قطعة واحدة خليكم عارفين ده مش معاه آآ لا خداديات ولا اي حاجة خالص ده قطعة واحدة وقطنه جميل على كم شايفين حجمه على خمسة واربعين تلاقيش الاسعار دي برضو في اي مكان تاني هنا بالنسبة الكراسي دي حلوة على فكرة كنا عدين عليها النسبة تروح وتيجي وتقعد عليها جميلة على خمسة وسبعين تتحمل يعني وحلوة ما شاء الله على مية وعشرين برضو شواية آآ عندك خبازة من السيف مية وعشرين آآ برضو آآ زي ما احنا شايفين كده اللي هي المربعات اللي هي الفل دي اللي تفرشي بها غرفة الاطفال كانت عندي كنت حطاها برضو في قطة الولاد آآ بس خلاص بقى يعني شناها على خمسة واربعين على فكرة آآ اربع آآ الوان في اربع الوان في مغلف واحد كتير ما شاء الله الالعاب يعني الناس بتاخد الالعاب على فكرة بعشرة وبخمستاشر بتبقى اللي هي على النت وكده وبتبقى اسعارها غالية يعني عندهم على عشرة وخمستاشر حلوة على خمستاشر في حاجات حلوة في حاجات على فكرة تنفع للقبار مش الصغارين بس يعني حاجات للتسلية وكده في شاترانج وفي آآ العاب يعني التسلية كده مختلفة الناس ويع ما شاء الله النهاردة في في عليهم الطلب يعني يكون ممنزلين بضعها جديدة حلو مية وتلاتين هنا دفاية ان الحاجات دي كده على خمستاشر خلني اجيب لكم الاسعار على خمستاشر تحف على خمستاشر على خمسة وعشرين على تلاتين على تلاتين برضو على تلاتين هنا بقى دوري وقلبي وشوفي يعني هتطلعي حاجات حلوة على عشرة وعلى خمستاشر وعلى تلاتين برضو الاستند ده تحفة للحمام حلو في استندات عندهم كتير على فكر سواء بتاع الحمام او استندل للمطبخ او استند فوق الغسالة اللي هو يعني بيجن فوق الغسالة كده وتبقى الغسالة دخلة من تحته يعني في حاجات عندهم بس عايز اللي يدور كويس ويشوف على خمسة وستين المكتب هنا برضو عندنا عربية الاطفال دي على ستين هنا على خمسة واربعين خلينا نقول برضو هجيب لكم الشنط اللي ورا دي كلها عليها تخفيد هنا برضو فيه العب رياضية على مهتين وثلاثين حلوة جميلة دي يعني انا شوف دي نتخسس اكتر من هي تعمل عضلات وكده اللي هي حركة يعني زي حركة الماشي كده وافضل يعني انا جربتها قبل كده اشوفها افضل يعني مية وسبعين هتلقوا برضو عربيات الاطفال على فكرة مركات معروفة يعني بس بصراحة ما عرفش اسمعهم بس انا عارف ان الحاجات اللي عندهم مركات بس عشان ايه ما اقولشو خلاص لو في حاجة معينة عجبتكم اقولولي عليها بس وهجبلكو اسمها الاسعار مية وتسعين وفي واحدة تقريبا بميتين وشوية شفتها هنا دي على مية وتسعين وفي واحدة تانية برضو على مية وتسعين في واحدة على ميتين خمسة وعشرين تقريبا كده يعني وفي عربية للتوأم يعني ما يبقوا اتنين كده مع بعض عندك برضو المقوى دي اللي هي زي اللي بتبقى في المغاسل شايفين هنا كل الشنط اللي هي المدرسية دي على تلاتين حاليا على تلاتين الشنط المدرسية جماعة على تلاتين شايفين في حاجات لسه اصلا ما طلعتش من الاكاس برضو الشنط النسائي عملوا عليها تصفية يعني كانت اسعارها عالية لان هي اصلا مركات معروفة برضو حاليا اي شنطة من الشنط النسائي اللي فوق على اربعين تمام اللي فوق ولو في منها تحت يعني برضو جبتلكم كده بعض الشنط على اربعين هي جلدها تحفى بصراحة على اربعين دي جلدها جلد طبيعي طرية جدا جميلة من اكتر حاجات اللي عجبتني هناك اللي هي البني يعني كان سعرها ستين وفي حاجات سعرها اكتر من ستين ودي برضو نفس البني برضو خميتة حلوة هنا برضو على خمسة وتلاتين على خمسة وتلاتين يا جماعة الشنط اللي هي زي الهاند باجوك كده على خمسة وتلاتين وشنط المدرسية على تلاتين وشنط النسائي على اربعين اه هنا اي حاجة قدامك على الاستندات على عشرين ريال تمام? الملابس برضو بيعملوا عليها تصفية على عشرين ريال اتدوروا بقى وتطلعوا يعني منها قطع كده اه يعني حسب احتياجاتكم بصراحة ما دورتش كتير بس هي كلها كده ايه اه على عشرين في منها صيفي وفيشيت وطبعا بالنسبة برضو للشوزات احنا عارفين عندهم شوزات اه ماركت اه سكيتشار واديدس وابوما واماركات تانية مختلفة باسعار اقل من برا كنت نزلت قبل كده اسعارهم اه بالتفصيل اه فاول ما كنت ماروح تنون يعني كده اه ازون معلاش اه وكنت منزل لكم برضو الاسعار اه برضو لو في حاجة معينة عايزين انت عارف السعر بس اكتبولي بس هي اصعارهم اقل من برا كتير كمان هم منزلين كميات كتير جديدة وهيجيبوا شوزات تانية جديدة خلال الاسبوع ده اتمنى كده ان الفيديو يعجبكم يعني كأنكم روحتوا ايزون اه صورتو لكم يعني اغلب الحاجة اللي هناك هنقول تلات تربع الحاجة اللي هناك وعملتو لكم تغطية حلوة كده اشوفكم على كده اشتركوا في القناة